راح نعرض لكم في فيديو اليوم عن أهم السلات اللي نستخدمها بالمطابخ أول نوع عدنا من السلات هي سلة الماجيك تستخدم للزوائل المغلقة للكاونتر سعرها هي سلة راح يكون 170 دولار النوع الثاني أيضا يكون للزوائل المغلقة هي سلة الفاصولية ويكون استخدامها مثل ما موضح بالفيديو تتراوح أسعارها هي سلة من 90 دولار إلى 130 دولار حسب النوع النوع الثالث من السلات هي سلة السوبر ماركت والسلة الثلاجية تجي بها عدة أنواع وعدة طوابق لثلاث طوابق منها تستخدم للكابنت الأرضية والأكثر من ثلاث طوابق تستخدم للكابنت الدنجي تتراوح أسعارها هي سلة من 60 دولار إلى 150 دولار حسب النوع وعدد الطوابق رابعا سلة النفايات اللي أشوفها من سلات المهمة بالمطبخ تكون داخل الكاونتر والأفضل تكون قريبة من السينك أسعارها هي سلة من 15 دولار إلى 50 دولار النوع الخامس عندنا سلة المنظفات اللي لازم تكون قريبة من السينك أو غسالة الصحون تكون سعر هاي السلة 15 دولار إلى 35 دولار النوع السادس من السلات هي سلة الصحون الهايدروليك أو سلة الجيك من السلات اللي تطلي لمسة جميلة للكاونتر سعر هاي السلة من 80 دولار إلى 120 دولار وأخير نوع من السلات عندنا سلة العجانة اللي يكون سعرها 60 دولار أي استفسار عندكم راسلوني فيسبوك أو واستاب من شريط قايزن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا شكرا